السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الرابع الأعزاء اليوم سوف أقوم بحل الأسئلة الخاصة بدرس المشروبات الساخنة والذي سبق شرحه وتلخيصه انتبه عزيزة الطالب معي إلى السؤال الأول يملأ الفراغ في الجمل الآتية بالكلمات المناسبة يستمتع الناس بتناول المشروبات للاستمتاع بمذاقها أو الانتفاع بفوائدها السؤال الذي يليه انظر معي إلى السؤال الثاني عدد خمسة من الإرشادات التي ينبغي مراعاتها عند إعداد المشروبات أولا غسل اليدين بالماء وتجفي فيهما جيدا قبل البدء بالعمل ثانيا تقليم الأضافر والمحافظة على نظافتها ثالثا التأكد من أن الأواني والأدوات المستخدمة للعمل نظيفة ويجب غسلها وتجفيفها وإرجاعها إلى مكان الخاص بعد الانتهاء من العمل بها نأتي بعد ذلك إلى السؤال الخامس السؤال الخامس ضع إشارة صح إزاء العبارة الصحيحة وإشارة خطأ إزاء العبارة الخاطئة يصب الماء المغلي في إبريق التقديم بمساعدة المعلم صح أم خطأ؟ نعم صح وذلك للسلامة نأتي بعد ذلك إلى جيم يجب تنظيف الأدوات بعد الانتهاء من استخدامها ثم إعادتها إلى مكانها صح أم خطأ؟ نعم صحيح بعد ذلك دال يساعد عدم تقليم الأضافر لاحظ عدم تقليم الأضافر في الحفاظ على صحتك وصحة الآخرين خطأ نعم هذا صحيح ها تغلى الميرامية في الماء مدة خمسة إلى سبعة دقائق قبل تقديمها صح أم خطأ؟ خطأ نعم يجب نقعها وليس غليها السؤال الذي يليه وهو تغلى بذور اليانسون مدة خمسة عشر دقيقة قبل تقديمها صحيح الميرامية تختلف عن اليانسون نعم صحيح تغلى هناك سؤال انتبه معي سؤال فسر وهو السؤال الثالث فسر ما يأتي تنقع أوراق الميرامية بالماء الساخن بدلا من غليها لماذا نقوم بنقعها وليس غليها؟ كي لا تفقد مواد النكهة الطيارة الموجودة في الميرامية وحتى لا تفقد الميرامية طعمها؟ بهذا نكون أعزائي الطلبة انتهينا من حل الأسئلة الخاصة بالمشروبات الساخنة فقط وسوف أقوم بحلها وطبعها إليكم وإرسالها مع الفيديو وعليك عزيز الطالب بكتابة الإجابات داخل دفترك بخط واضح وجميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته